مع حضراتكم من آخر تطورات أزمة لبن الأطفال النهاردة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي عقد اجتماع طارق مع وزارة الصحة مع جميع مديري مدريات الشؤون الصحية في المحافظات وكمان رؤساء القطاعات علشان متابعة آخر تطورات أزمة لبن الأطفال المدعمة وهيتم التعامل معها ازاي؟ المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد قال إن الاجتماع شمل جميع قيادات الوزارة لدراسة أزمتي ألبان الأطفال وكمان نقص التحاليل بالمستشفيات أكد كمان متحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن أزمة ألبان الأطفال مفتعلة وبيحركها أصحاب المصالح وإن الألبان متوفرة في جميع المنافذ المخصصة ليها وعددها ألف وخمسة منفذ وبيتم العمل فيها من الساعة تمانية صباحا لغاية الساعة تمانية مساء الخبر ده بالتأكيد حضراتكم